هنروح لموضوع تاني وهو وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطوات لتسجيل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية مبادرة مهمة وزارة الصحة بتعلننا إزاي نسجل في المبادرة فقالت لنا إيه؟ قالت إن في خطوات تسجيل بتقوم بها السيدة علشان تبقى ضمن هذه المبادرة أولها التوجه لأقرب وحدة صحية وتسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة بعد تسجيل البيانات الشخصية دي بيتم تسجيلها على كرت وتسجيل نتائج التحاليل طب التحاليل اللي بتحصل عليها السيدة تحليل سكر وفيروسات ونقص للمناعة والتهاب الكبت بي وكمان بنقيس الطول والوزن وضغط الدم وكل التحاليل دي بتكتب على الكرت اللي بتحصل عليها السيدة وبتسجل كمان على برنامج المبادرة ومن قبل وزارة الصحة وزارة الصحة قالت إنه لو السيدة طلعت نتائجها بالتحاليل دي فيه ارتفاع فيه أي شيء زي مثلا تحليل السكر بيتم تسجيل مكان الإحالة اللي بتحالي السيدة على الكرت وبيسلم ليه السيدة علشان تعمل إيه علشان تروح للمكان اللي هو الخاص به الإحالة وتبتدي تتلقى العلاج الخاص بيها لو فيه زيادة فيه نسب أي تحليل من اللي بتقوم به طيب لو كانت النتيجة سلبية والست ما طلعش عندها أي حاجة والدنيا كويسة حتستلم الكرت وبتكمل باقي خدمات رعاية الحمل طبيعية جدا طبعا مبادرة مهمة ومهم جدا إن السيدات الحوامل يروحوا ويسجلوا فيها بلاش نكسل اتطميني على نفسك والتطميني على صحة جنينك كتير جدا مهم إنه إحنا نعمل هذا الأمر اشتركوا في القناة